في هذه الأيام والبداية مع الطالب السوري المتفوق الذي لفت الأنظار إليه والانتباه في جامعة كلسة بتركيا هذا الطالب حصد المرتبة الأولى على الأفرع العلمية بهذه الجامعة يمكن كان هناك العديد من الأخبار السلبية فيما يتعلق بها السوريين المتواجدين في الأراضي التركية ولكن هذا الأمر ما هو إلا محض إفتراءات وأكاذيب لأننا نشهد على أرض الواقع كثير من الأمور الرائعة يقوم بها أبناء سوريا الحبيبة داخل الدولة التركية ومنهم قطعا ضفنا في حلقة ليلة وهو الطالب المتفوق أحمد أسعد عموما دعونا نرقي نظر على تلك الصورة طالب من ريف إدلب يحصد المرتبة الأولى على الأفرع العلمية في جامعة كلس أمام حضراتكم صورة للشاب السوري المتفوق ما شاء الله وهو يحمل شهادات التقدير وشهادة التخرج دعونا نلقي نظرة أيضا على الصورة التالية التي لدينا أمام حضراتكم صورة للطالب أحمد أسعد وهو كان حديث لبعض من المواقع الإخبارية السورية قطعا نبارك له هذا التفوق والنجاح ودعونا نقول له هذا الأمر حيث ينضم إلينا عبر سكايب أهلا بيك يا أبو حمد أهلا بيك أستاذ التخيم مليون مبروك على التفوق ومزيد من النجاح يا رب دايما الله يبارك فيك يا رب ومشتوط جدا على استضافة حلوة المتنظم الرائعة الله يبارك فيك بداية كيف استطعت أن تحصد هذه المرتبة الرفيعة للغاية داخل إحدى الجامعات التركية وهي جامعة كليس نعم بداية أحب أن نوه أنه مو بس أنا الشخص الوحيد المتطوق في فتياه يوجد الكثير من أطلاب المتطوقين السوريين وطبعا أفنهم ووجه لهم تحية وتقدير على هذه الجود طبعا بداية تطلق طيب بلاشت سعود الصعوبات والروائق التي واجهناها هوني حتى عندما بدلشت أدرس في جامعة كليس التركية كنت مهتم كثير بقراءة الكتب قراءة الطباس لستيفان كوتي اللي بقول ابدأ النهاية بداية تطلق الافتباس ابدأ من النهاية كيف نحن دايما نبدأ من بداية الشيء هو بيقلك ابدأ من النهاية دايما أنت الشيء لازم توصل له لازم تكون عارفين